اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود الكبيرة والدوري المحوري الذي يقوم به جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في إطار مشاركته كضيف شرف في افتتاح الجلسة العامة لبرلمان عموم إفريقيا التي عقدت بمقر البرلمان الإفريقي في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وأشهد العسومي بالجهود الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك المعظم وخاصة منذ توليه رئاسة القمة العربية من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي لعقد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي دعت إليه القمة العربية الأخيرة التي استضافتها البحرين وذلك من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة كما أكد دعم البرلمان العربي لجهود جلالة ملك مملكة البحرين رئيس القمة العربية الداعمة للأخوة الفلسطينية والساعية لوقف هذا العدوان بلا شك أن هذه الجهود هي محل تقدير البرلمان العربي ترجمة نانسي قنقر